اشتركوا في القناة منح حقوق اعلامية لبطولة كأس العالم لقد باتت الشبهات توحيط حول كل ما يتعلق بقطر من مشاريع وتجارة واعلام فقد كشفت الادلة المتتالية تورط الدوحة ومسؤوليها باضخم قضايا الفساد باكبر المشاريع العالمية والمحلية وقد كان اخرها التحقيق الجنائي الذي فتحه للدعاء السويسري مع القطري ناصر الخليفي الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئن العلامية وجيروم فالكه الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في أحدث تصعيد لوطيرة التحقيقات التي تجريها السلطات هناك في فساد كرة القدم وأكد مكتب المدعي العام السويسري أنه يشتبه في أن جيروم فالكه قبل امتيازات لم يكن يستحقها من رجل أعمال في قطاع حقوق البث الرياضي فيما له صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبطولة كأس العالم لأعوام 2018 2022 2026 2030 لدول بعينها ومن ناصر الخليفي فيما يتصل بمنح الحقوق الإعلامية لدول بعينها فيما يخص كأس العالم عام 2026 و2030 ومن جانبها أعلنت السلطات الفرنسية أن مكاتب شبكة بيئن سبورت في باريس جرى تفتيشها أيضا كجزء من تحقيق جنائي مع ناصر الخليفي وجيروم فالكه وهذا ليس بمستغرب أن يزج النظام القطري بمسؤوليه في مثل هذه المتاهات المظلمة والتي يهدف من خلالها لتحقيق المكاسب المادية ومحاولة السيطرة على القنوات الإعلامية بهدف الترويج لقطر ومحاولة تزيف واقعها وما تقوم به من ممارسات خطيرة تسيء لتاريخ الاتحاد الدولي لكرة القدم ويسلط هذا التحقيق الجنائي الضوء على فساد قطر في مختلف المجالات وخصوصا المجال الرياضي حيث يقول محللون أن فساد قطر في الاستيلاء على استضافة مونديال كأس العالم عام 2022 يعتبر نموذجا لدراسة تأثير الفساد في المجال الرياضي لتحقيق المكاسب المشبوهة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة